اشتركوا في القناة هو انتقل الساعة 11.13 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يمكث في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 7.42 دقيقة من صباح اليوم السبت اللي هو 6.11 لا ينتقل بعدها القمر ساعة 7.42 دقيقة لمنزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر الان بما انه لسه احنا بدنا نبلش بعد يعني ساعة او ساعتين بيبدأ خلو المسار فما زال القمر موجود في برج العقرب فعشان هيك شوي بظل في نوع من انواع التطرف في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة الغيرة والانتقاد هم عدو هاي الوضعية لانه ما تكون حساسيتنا عالية جدا بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب انه سيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط طبعا القمر بما انه موجود في العقرب لغاية ما بعد منتصف الليل فبتظل الاثار هاي هي اللي مسيطرة علينا اليوم الزاوية اللي رح تتشكل ما قبل خلو المسار واللي احنا حكينا وذكرناها يوم امس هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو رح تكون الساعة اربعة وتسعة دقائق بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ستة يعني بعد بث الحلقة تقريبا بساعتين طبعا هاي زاوية زاوية ايجابية ورح تستمر معنا لغاية ما بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار الساعة اربعة وتسعة دقائق بعد العصر بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن عند غروب الشمس تقريبا الساعة ستة وتسعة دقائق ستة وعشرة بتوقيت الاردن المغرب بيبدأ خلو المسار وبيستمر طبعا حتى بعد منتصف الليل اللي هو اول ساعات من دخولنا ليوم السبت اللي هي منتصف ليل الجمعة على السبت يعني الساعة اتناعش واثنين وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ثنتين واثنين وخمسين دقيقة يعني الساعة ثلاثة الى عشرة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم هي زاويتين بعد انتقال القمر لبرج القوس والقمر لما بده ينتقل القوس بنشعر بالفترة هاي تأثيره على جميع الابراج انها بنشعر بالابتهاج ومنجد الناس من حولنا اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والاتصالات البعيدة والترحال او السفر او الرياضة او المغامرات بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد زي ما حكينا انه في عنا زاويتين هي اول زاوية هي زاوية التسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون الساعة 12 و45 دقيقة بعد الظهر يعني تأثيراتها من ساعات الفجر رح تستمر لساعات المساء بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين عطارد وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة و58 دقيقة يعني اربعة بعد العصر يعني تقريبا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة ستة المغرب طبعا هي تأثيرها الو تقريبا ثلاثة ايام ورح يستمر تأثيرها كمان يومين ونص او ثلاثة ايام تحديدا طبعا هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والادبية ما لكن انا بشوف لان عطارد رح يشكل زاوية تربيع قريبا فهاي الزاوية شوي يعني رح تعطل من قوة عطارد وتضعفه شوي فبصير الحضوض الاكثر هي للزهرة فهي بتعزز المواهب الفنية اكثر من الادبية بتجعلنا شوي ميل للتسامح بعنا نوع من انواع المرح خفة الروح هاي مناسبة طبعا الاثار للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الاخرين نستفيد من الرحلات ممكن توفرنا نوع من انواع الدعوات الفترة هاي شوي نوع من انواع الترفيه بتركز عليها والسفر والتسلية اما بالنسبة للاعضاء الجسدية المعرضة اليوم للاهتمام الاكثر فهي منطقة الكبد والمنطقة العجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري اللي هي اخر فقرة في العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية اللي هو اسفل الظهر هاي المناطق كلها هي اللي اكثر عرضة للتعب في فترة وجود القمر في برج القوس واليوم الاثار عليها رح تكون واضحة عشان هيك هي تطلب مننا الاهتمام فيها وفي نفس اللحظة اللي عنده اصابات فيها او آلام فيها وحابب يتعالج برضو هاي فترة ممتازة للعلاج بما انه اليوم القمر سعيد فنوصي بالعمليات الجراحية بهاي الفترة وبرضو لعمليات التجميل بما انه الظهرة سعيد بدرجة اعلى مثل الحقن والجراحة مناسبة لازالة الشعر الزائد بتصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وبتصلح حتى للقص العلاجي اللي يبدو يعالج شعره للنمو طبعا اذا وصلت لمرحلة انه يصير القمر بتزديس مع الزهرة تزديس القمر والزهرة مع بعض بزاوية تزديس بيكون افضل او انه القمر والشمس تزديس بيكون افضل ولكنه بلشت المراحل الجيدة للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا برضو اليوم مناسب جدا لهذا الموضوع ولكن زي ما بنوصي دائما هاي الوصية دائما لازم تاخدوها بعين الاعتبار للجميع اللي هي البيبي اسبرين كمميع لمدة ثلاث ايام للي ما بياخده مميعات وبنا دول او برستامول حبتين كل ست ساعات او حبه الف كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام عشان يتحافظوا على حرارة الجسم وبرضو تخفف عليكم المضاعفات بالنسبة للقمر بما انه رح يستقر في برج القوس والول مسار القادم رح يكون يوم الاحد سبعة احداش بيبدأ في تمام الساعة واحدة وثلاث واربعين دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى اليوم التالي اي اول ساعات يوم الاثنين حتى تمام الساعة واحدة وثلاث دقائق بعد منتصف الليل منتصف ليل الاحد على الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجديد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الجديد عمره يومين في تمام الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بيصير عمر القمر ثلاث ايام نسبة الاضاءة بتصير عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسين في المية القمر في العقرب بدي انتقل القوس زي ما حكينا ورح يفضل في القوس لغاية يوم ثمانية احداش سعيد بنسبة ثلاثين في المية اما بالنسبة لعطارد في الميزان حتى يوم خمسة احداش هو الان منتحس بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الظهر بترتفع نسبة النحوس الى اربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم خمسة احداش سعيدة بنسبة ثلاثين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة احداش منتحس بنسبة اربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زالت الأجواء بتحمل فرص لمكسب مالي مصدر وشراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية القمر المازال موجود في البيت الثامن يعني لساعات ما بعد منتصف الليلة لما ينتقل القمر للبيت التاسع لتتغير الأجواء فعشان هيك ما رح تتغير الأجواء لصالحك ولكن مش بالقوة الكاملة الآن فممكن اليوم يعني أو الليلة هاي تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء بدك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ من ساعات ما بعد منتصف الليل أو أول ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدك وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون برضو في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والمالية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم طبعا من الآن لغاية ما بعد منتصف الليل بدك تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم حاول لأنك ما تعرض لقاءك أو لقاءاتك للفشل هذه الفترة ما زالت متوترة لأنها طبعا القمر مقابلك تماما أهم شيء أنه بالفترة هاي بدك تدير بالك من الخصام ما تعاند ما تدخل بالخلافات أو المشاكل نهائيا لأنه بالفترة هاي دائما خصمك بيكون أقوى منك لأنه طاقتك ضعيفة من ساعات ما بعد منتصف الليل بتنشغلوا بإعادة ضبط أموركم المالية سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي وبرضو في نفس اللحظة رح يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الجوزاء بدكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم بدكوا تحاولوا تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من الآن لغاية منتصف الليل بترتاح من سير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها بدك تراعي طروفك الصحية تعيد ترتيب الأوضاع لا تتحسن الأحوال شوي ولكن المشكلة أنه من ساعات ما بعد منتصف الليل يعني في ساعات الصباح الباكر شوي القمر رح يصير مقابلكم بيدعمكم أنكم بتنجحوا في عملية التفاهم مع شركائكم شركاء العاطفي شركاء بالمال واليوم برضو بإتمامكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن أنه طاقتكم شوي بتكون ضعيفة بالفترة هاي شوي بتكون تهتموا لأمور اللي إلها علاقة بالطاقة طاقتكم الجسدية طاقتكم الروحية طاقتكم الصحية فهاي الفترة بتكون سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات خلال النهار برج السرطان طبعا ما زالت الأجواء جيدة وبتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا من الآن لغاية منتصف الليل فهاي فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إش أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب لأنه الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ولكن بدون فرض السلطة على الحبيب من ساعات ما بعد منتصف الليل بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين وحاول إنك ما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل أعمالك اليوم حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية اليوم رح يتركز كله على العمل وعلى الصحة ما في خوف كثير على الصحة ولكن العمل رح يكون عليك كثير من الضغوط بدك ترتب وقتك بشكل جيد برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء لها علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك رح تنهمكوا من الآن لغاية منتصف الليل في إدخال تعديل على مسكنكم أو على الأمور العائلية منكم أشخاص ممكن يهتموا بتغيير سكنهم أو لسكن جديد أو تصلحات أو ترميمات بيتية بتميلوا لأفراد العائلة ولا مد يد العن إلهم أو هم بيبادلوك بنفس الشيء أهم شيء أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية اليوم وممكن شوي تكون قلق أو تتذمر لأقل الإشارات ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضى وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول برضو إنك تصحح الأخطاء لأنه اليوم جيد لهاي الأمور برج العذراء ما زال النشاط بسيطر عليكم وراح يظلم سيطر لغاية منتصف الليل فعشان هيك بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ولكن بتكن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وما تعتمدوا كثير على الحظود لأنه برضو في خلو مسار فهاي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة أو العلاقات ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة اليوم أنت أو الآن بتتمتع بسرعة خاطر وبديها عالي جدا والقدرة على إيجاد الحلول أما في ساعات ما بعد منتصف الليل بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة وممكن تضطر يعني أو تظهر مشكلة شخصية تضطر للاهتمام فيها أكثر أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء شوي بتكون عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد برج الميزان بيظل الاهتمام كله حول الأمور المالية والميزانية والفرصة بتظل متاحة للحصول على مكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك فعشان هيك وضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار ممكن اليوم برضو تدعمك الحضوض وتكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن اليوم تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أو دورة معينة تدخل فيها يعني تفيدك في مستقبلك المهني برج العقرب طبعا النشاط رح يكون أكثر من الأيام المضت اليوم نشاط وحيوية عالية جدا لدرجة أنه لكل اليوم رح أنت تلفت انتباهه بنشاطك بدكو اليوم برضو تبادر لخطوة من شأن هنهتدعم مركزك الاجتماعي بتستعيد حماستك وتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى اليوم إشارة أو خبر العواطف عندك ممكن تنتعش وتزدهر اللقاءات بشكل مفاجئ جدا طبعا هذا الجو الإيجابي رح يظل مستمر حتى ما بعد منتصف الليل في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل رح تتركز الأمور كمان عندكم على الأمور المالية فرح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إشي تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون حذر في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربع فعشان هيك لازم تستغلها ولازم تتحرك لتحصد أرباحها بشكل جيد برج القوس ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بدك تضلك منتبه يعني لصحتك ونفسيتك الفترة هاي غير مريحة زي ما حكينا صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر فعشان هيك انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وحاولوا أن تخلدوا للراحة لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فعشان هيك من الآن بتكتب تبعدوا عن المغامرات والمخاطرات والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شي انك ما تجازف بسلامتك من الآن لمنتصف الليل بعد منتصف الليل القمر رح يوصل لعندك فبتزيل كل هاي الضغوط الموجودة عليك فرح تمتلكوا نشاط وحيوية وتبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية فالفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك ورح تحقق اليوم نجاح باهر إذا استغليته بشكل جيد برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا يعني ما زالت الأجواء الاجتماعية هي اللي بتركز عليكم من الآن لغاية منتصف الليل وممكن تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسع كل يوم تحقيق أو الآن لغاية منتصف الليل تحقيق أمني بمساعدة صديق فهي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية فعشان هيك بدك تقتنس اللي أعلان رأيك الفرص وبرضو تعلن عن رأيك أو الحصول على موقع معين الأجواء جيدة وداعمة فعشان هيك بنقولك حاول أنك تنهي كل الأعمال المهمة قبل منتصف الليل لأنه بعد منتصف الليل القمر بصير موجود في بيت المتاعب في القوس فبصير لازم تنتبه بشكل جيد لصحتك وما تبالغ في إنجازات أو إنجاز ما لديك من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم إشي إنك ما تحسم أمر الفترة هاي فيها نوع من أنواع السلبية وتعتبر مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها عشان هيك بتخليها فترة روتينية تنجز الأعمال المهمة المطلوبة منك أو الضروريات حاول إنك ما تبدأ فيها بشيء جديد برج الدلو ما زالت الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيرغبوا في إدخال تحسين على عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم وإن رنضى المسؤولين بالفترة هاي فعشان هيك بتكوا تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة وبتمتحنك فعشان هيك حاول إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء طبعا هذا كله لغاية منتصف الليل بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير لأنه رح تلتقوا فيها الأصدقاء أو صير تواصل ما بينكم بين أصدقاء منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعد صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اليوم رح تتسع الآفاق وتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تتعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأصحاب أو الأقارب إلى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أكثر من الأيام الماضية برج الحوت ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو التسويق أو الدراسة فالأجواء جيدة وحتى أنكم شوي بتشعروا بقوة العاطفة مع أحباءكم الفترة هاي برضو ممكن يصلكم خبر من بعيد وخصوصا أنه ما زال الوقت مفتوح لغاية منتصف الليل كما أنه اليوم أو الآن ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي فترة جيدة بالنسبة لإلك من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل وصير في بيتك العاشر فعشان هيك بتصير الأجواء إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالسمعة فممكن تنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي أنه ما تنفعل وما تعصب وما تخالف القوانين حاول إنك تضبط أعصابك اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرار قدر الإمكان بمعنى آخر بدك تهتم بعملك وبالواجبات المطلوبة منك وتكون حذر وتتممها على أكمل وجه وحاول إنك ما تتغيب عن عملك وما تدخل بمشاكل ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء